كلا ايه مش عايز مليون واحد ولا كام الف عندهم مشاكل يقابلوا الفريق كامل او اي وزير لا لا خالص المفترض الكلام دي يا جماعة منهج عمل نظام عمل مش محتاج يقابل المسؤول وانا شغلتي ايه انا كموظف دوري ايه اساعد ولا عطل الناس منتظر عشان ييجي النهاردة يقابل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة عشان يخلصوا مشكلته طب خمس شهور زي ما الفريق كامل بيسأل المسؤولين خمس شهور بيعطلوا الورق طب ما تقولوا له من اول يوم مطلوب واحد اثنين ثلاثة اربعة جالك اول مرة في ورقة نقصة نقصة ورقة يقعد خمس شهور الراج الرايح جاي عشان يخلص ياخد تصريح يصدر تخيل المصيبة يصدر حتى انا مش هيصدر هو عايز يخلص عايز يقمل شغل خلي باركو دي فلوس دي فلوس بيضيع بيضيع حتى عليه هو كمستثمر او مصنع او بينتج وبضيع حتى عليه نحن كمان على البلد ليس مطلوبا من الوزير يعمل ده ابدا هذا مطلوب من كل موظف ولكن العمل الفريق كامل هي رسالة لكل واحد خلصوا الاجراءات خلصوا الترقيص ساعدوا المستثمرين ساعدوا الصناعة ساعدوا الناس انهوا الاجراءات سرعوا بدروا اشتغلوا قضاء على البريقراطية والله اللي ضيع البلد دي بريقراطية اقسم بالله العظيم البريقراطية والورق الكتير ورق وامضاءات واختام وروح وتعالى ومشوره الناس والناس اصلا يعني مش نقص رايح جاي على حاجة ممكن تخلص حاجة طيب تخلص في يوم ما خلصتش في يوم تخلص فيسبوع طب حاجة تخلص فيخمس شهور طب الفريق كامل خلصه فيسبوع ليه ما خلصتش متابعة حد بيتابع وبعد الحكاية دي دي هتبقى ايه؟ المصار الطبيعي لكل واحد كل واحد نهارده يقولك طب وانا وانا حكتي لا حضرتك تروح وحكتك تخلص مش لازم المسؤول يبقى موجود هو منهج عمل يبقى موجود فيه خطة عمل تبقى موجودة هو ده المفترض يحصل هاي التنمية الصناعية ما في حد يطلع معانا على الهوى هنا اللي هو بيشتكي منها مدخلات او لقاءات مش النهارده سنوات طويلة تاني بقول سنوات طويلة شكوى مستمرة من نهاية التنمية الصناعية سواء من جوء او من برا ليه بتعطلوا صالح الناس يا جماعة ليه هل ده يستحق ده يليق بيكم او يليق حتى بالبلد بلد عملة تقول ندي حوافز للناس وندي حوافز ده فيه ناس ما بيجي مفترض ما يجيش اصلا حكتوا خلاصة بالتليفون اخلاصة اونلاين واحنا لسه شغالين في موضوع الورق والمكاتبات والمخالصات وورقة رايحة لسه شغالين في الحاجات القديمة دية خلاص الحاجات دي خلصت وانت محتاج النهارده يجيلك يعني حد من سوى الفريق كامل وزير عشان الموضوع لا لا خالص لا خالص صباحا عشان كده ثاني مفترض يعني فيه حاجات كده احنا منتكلم النهارده على انجاز ده قال لهم النهارده ايه انا عايز تقرير يومي على ايه عدد الترخيص والاجراءات اللي تم انجازها في هي التنمية الصراعية هو ده الكلام هو ده الكلام يبقى هنا المتابعة اليومية قال لهم كلهم انت بعتوني تقرير خلصوا كام رخصة ايه الاجراءات ووقفة فين وايه المشاكل ووقفة فين طب انتوا محتاجين الكلام ده محتاجين الكلام ده وبعدين الناس اللي يستقبلوا شباك الخدمات الارضية وبيتعاملوا مع مراكة وخدمة العملة والكلام ده لازم يبقى المسائل يا جماعة يعني اسرع ما يمكن للناس الناس زي عايزة تشتغل هو جاي لك عشان هو جاي عايز يشتغل هو شايف البلد بتقوله يلا اشتغلوا يلا هنرجع المصانع يلا عايزين نزود على جهلة الانتاج يلا عايزين نزود التصدير طب انا عايز اعمل كده وعايز اوك مع البلد ألاقي حد بيعطلني ألاقي حد موقف لي زيه بقول كده يعني لكن العمله سات الفريق كامل وزيره النهاردة رسائل واضحة ورسائل ايجابية وزيه بقول كده هو ده المفترض يتعمل ان احنا لازم نشوفه في كل المحافظات ونشوفه في كل المحافظات وكل الوزارات المعنية محافظات تاني بقول بتكلم هنا من المدينة والمركز والقرية والمحافظة والوزارة بنتكلم نبدأ من من تحت الفوق مش من فوق لتحت ببدأ من القرية لأكبر مسؤول انه كله بيشتغل وكله يتحرك لان احنا في الآخر عايزين يعني الليلة دي لازم نخلصها والليلة دي لازم نتكلم عليها والليلة دي لازم نقدام الناس احنا شغالين ازاي يعني اين احنا بنشتغل عليه النهاردة اشتغل على بلد واشتغل على ناس واشتغل على يعني عمل البلد ده عايزة عايزين عايزة ساعد المواطن عايزة ساهل حياة المواطن وساعده وسهله وسهله وهو ده التغير ان انت تساعد المواطن وتساعد له حياته ميروحش مئة مشوار ميعودش خمس شهور عشان ياخد رخصة خمس شهور اللي هو فين يعني ده كان بنا مصنع الخمس شهور دور يبني مصنع الدول النهاردة بتدي رخصة بالتليفون بتدي الرخصة على تليفونك رخصة واجراءتها تخلص خلقها على التليفون مش خمس شهور مطوحين الراجل رايح جاي عشان يدي له رخصة الراجل جاي عايز يصدر يصدر عارف التصدير ايه اللي يعطله ايه اللي يعطل الناس اللي زي كده الا لو فيه يعني لأسف يعني ناس بتعمل حاجات صعبة جدا وبتعطل مصالح ناس كتيرة جدا ولكن تحية لي الفريق الكامل وزير نايف رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة واستمرار العمل الكبير وعمل ورسائل الإيجابية اللي بتكون طبعا مستمرة من الفريق الكامل الوزير نهار دا اشتركوا في القناة